انفجارات مدوية واختراقات سبرانية خلال الثمانية واربعين ساعة الماضية في الداخل الإيراني أربكت الوضع بشكل كبير مع اقتراب موعد المفاوضات النووية وهذه الانفجارات طبعا اللي صارت خلال الثمانية واربعين ساعة الماضية هي تمت في الشمال الإيراني أولا كمنطقة في الشمال وفي الجنوب المنطقة اللي هي موجودة في شمال إيران هي طبعا في هذا الاتجاه كما ترون والتي هي تمثل محافظة قزوين وتحديدا في مدينة صناعية تابعة إلى محافظة قزوين وهي طبعا واضح جدا هي تقع شمال غرب طهران ولكن هي شمال إيران وكذلك في هذه المحافظة الجنوبية وهي جنوب غرب إيران وهي طبعا محافظة خوزستان دعونا نذهب إلى هذه المحافظة الشمالية ثم ننتقل إلى الجنوبية لنرى طبيعة هذه الانفجارات وكيف تمت وإذا ما ألقينا نظرة على طبيعة هذه الانفجارات سنلاحظ أن الانفجار الأول اللي صار في محافظة قزوين تم بهذا الشكل في إحدى المحطات الوقود وكلام عن عملية جرحة خمسة جرحة تقريبا في المدينة الصناعية التي تبعد 55 كم عن محافظة قزوين جنوب غرب محافظة قزوين كثيرة هي الانفجارات في هذه المحافظة بالإضافة إلى ذلك الهجوم اللي صار والانفجار كما تلاحظون هنا في محافظة خوزستان تم أيضا في إحدى مستودعات شركة النفط الوطنية الإيرانية طبعا بهذا الشكل في مدينة اسمها مسجد سليمان وكذلك هناك عملية تظاهرات إجزاما كل هذا مع تظاهرات بهذا الشكل اللي هي متعلقة في قضية شحة المياه انزعاج كبير جدا في خوزستان هنا التي نتحدث عنها اللي صار بها الانفجار وكذلك في أصفهان والكثير من المحافظات أمور تمس المواطنين بشكل مباشر والأمر لم يتوقف هنا بهذه القضية لا أبدا بل إن الأمور أيضا وصلت إلى طبيعة هجوم سبراني تم يوم أمس على إحدى أهم وثاني أهم وأكبر شركات الطيران الموجودة في الداخل الإيراني اللي هي ماهان إير اللي مباشرة صار عليها سايبر أتاك والسلطات الإيرانية أعلنت عن هذا الهجوم السبراني اللي تعرضوا إليه ولكن أكدوا بأنهم تصدوا بنجاح لهذا الهجوم السبراني وسيطروا عليه ولم يعطل أي من طبيعة الرحلات اللي هي مرسومة بالنسبة لهذه الطائرات على عكس طبيعة ما حدث بالنسبة لإختراق للقطارات على سبيل المثال اللي تعطلت بها الرحلات أو كذلك على محطات الوقود مؤخرا التي هي كانت طبعا قبل هذا الهجوم ولكن في نفس الوقت هناك مجموعة فاجأت الجميع مباشرة بعد الهجوم رغم إعلان الانتصار في التصدي على هذا السايبر أتاك اللي صار على هذه الشركة وإجدتي من هذه المجموعة على تويتر اللي هما سموا نفسهم مراقبين من الوطن هذه المجموعة هي اللي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم السبراني الذي تم عن طريق تويتر ونشروا هذه الصورة التي ترونها هنا هي صورة لموقع شركة ماهان إير للطيران طبعا الإيراني وواضح جدا هما حاطين رسالة حاطين موقع تويتر الخاص بهم والتليجرام واللوغو الخاص وليس هذا فحسب بل أنه بدأوا يدزون أيضا رسائل بحسب الاسوشيتيت بريس مباشرة إلى كل الزبائل لمهان إير حقيقة دزوا رسائل كثيرة جدا إلهم هنا تلاحظون إذا ما ذهبنا إلى الموقع الآن وحتى إذا ذهبت أنت أيها المشاهد الآن إلى موقع مهان إير ستلاحظ بأنه مغلق بهذا الشكل والرسائل اللي اندزت النصية طبعا إلى المواطنين هي أرسلت بشكل عشوائي وغريب والناس أعطت بها تقارير الاسوشيتيت بريس شوف شون رقالة الاسوشيتيت بريس في هذا الصدد تلقى العديد من زبائن مهان إير في إيران رسائل النصية غريبة يوم الأحد المشكلة هذه المجموعة لم تكتفي بهذه القضية بالنسبة لمراقبين من الوطن هذه المجموعة هي جاءت وأفجرت مفاجأة عبر التليجرام ونشرت تفاصيلا وأوراقا كثيرة جدا بهذا الشكل كل هذه التفاصيل ووصولات تورد تماما شركة مهان إير بأنها كانت هي تنقل ويستغلها الحرس الثوري الإيراني بشكل سري في عملية حمولات متعلقة بشحنات للأسلحة والصواريخ والأمور التكنولوجية إلى الفصائل المسلحة الموالية لهم الموجودة في سوريا وكذلك إلى حزب الله اللبناني الموجودين في سوريا من أجل أيضا شحنها فيما بعد حقيقة بريا من الداخل السوري إلى الداخل اللبناني ونشره الكثير من الوصولات والكتب المتعلقة بشركة تابعة للحرس الثوري التي هي طبعا تتعامل مع هذه وهذه شركة الطيران وبها تكرار أسماء كثيرة جدا والكثير من التفاصيل التي نشرت بهذا الموضوع الآن السؤال الأهم كيف لهذه التفاصيل وكيف لهذه القرصنة أن تؤثر على طبيعة ما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أو بين إسرائيل وإيران والمفاوضات النووية القضية هذه بالنسبة لمهان إير المشكلة بأنها هي معاقبة وهي من ضمن الشركات التي هي بالقائمة السوداء ومعاقبتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2011 بهذا الشكل وزارة الخزانة عاقبتها على نفس الاتهامات والتي هي عملية نقل الأسلحة وشحن الأسلحة إلى الفصائل الموالية لإيران بهذا الشكل إلى الآن السؤال ما الذي تريد وما الذي يريد هذه المجموعة التي قامت بهذا الاختراق ما الذي تريد أن تحقيقه من هذه القضية الولايات المتحدة الأمريكية عاقبت هذه الشركة ما الذي ممكن أن يتغير هذه هي تزيد الضغط ليس على الولايات المتحدة الأمريكية وليس حتى على إيران ولكن هي تزيد الضغط على هذا الرجل الرئيس السوري بشار الأسد الذي بدأ في الفترة الأخيرة يفتك من هذه الفصائل الموالية لإيران ومن قياداتها الموجودة في سوريا بشار الأسد الآن اختلف ولم يعد نفس بشار الأسد الذي كان في عام 2011 و2012 الرجل يعني له تحركات كثيرة جدا ممكن أن تلعب دورا هذه التفاصيل وعودة هذا الموضوع إلى الواجهة أن يلعب دورا في طبيعة الدعم للفصائل اللي هي الموالية لإيران الموجودة في سوريا بكل تأكيد يعني بشار الأسد تخلص من جواد غفاري هذا الرجل الذي يعتبر هو أكبر مسؤول لإيران وللفصائل الموالية لإيران في الداخل السوري بطلب واضح جدا من الإيرانيين أن يتم عفاءه وفعلا الرجل خرج الآن من سوريا وأصبحت الفصائل المسلحة في موضع بأن القيادات لم تعد كبيرة ليست بوزن قاسم سليماني وجواد غفاري فلذلك هذه تفتح الباب بالنسبة لمهان إير هذه الشركة التي تعرضت إلى القرصنة في ظل هذه الأمور والكتب التي أثبتت بأن هذه الأمور مستخدمة ولا زارت مستمرة شحنات الأسلحة إلى الداخل السوري رغم العقوبات التي صدرت من وزارة الخزانة الأمريكية هذه ممكن أن تقطع طبيعة هذا النقل نهائيا ممكن بشار الأسد باشري يقول احنا خلاص لا نريد هذا التدخل لأننا نريد أن نحصل سيادة أكبر نريد تعاون من الدول العربية وأن نعود إلى الحضن العربي ونريد الشرعية أكبر مع دول العالم فوجود هذه الشركة التي تعتبر القلب النابض للحرس الثوري الإيراني في نقل هذه الأمور التكنولوجية والأسلحة وغيرها مباشرة من إيران عبر الأجواء إلى الداخل السوري قد تقطع في أي لحظة بسبب أن بشار الأسد بدأ يغير ويعيد ترتيب الأوراق في الداخل وهذه تفتح فرصة جيدة لجو بايدن خاصة وأن الرجل مو بس الآن أمام فرصة للعودة إلى الاتفاقية النووية ومنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية بل هو الآن أصبح أمام فرصة كبيرة جدا لإنهاء الفصائل الموالية لإيران كملف سريع جدا من دون الحاجة لمناقشة الكثير من الأمور في ظل أنه محد راغب في هذه الفترة بالفصائل الموالية لإيران أن تكون موجودة في سوريا في ظل هذه الظروف للروس للنظام السوري وانقطاع للقيادات الموجودة وممكن مهان إير أن تنقطع في أي لحظة على هذا الموضوع وكذلك أيضا الفصائل في العراق أصبح وضعها ليس مريحا فواضح أن بايدن سيتقدم في هذه الملفات ولكن يبقى الملف الأصعب هو الصواريخ الباليستية هذه المشكلة بالصواريخ الباليستية اليوم لكي نفهم بأنه حتى لو إيران الآن امتلكت مئة قنبلة نووية أو حتى ألف قنبلة نووية من دون الصواريخ الباليستية لن تتمكن من إيصال القنابل النووية إلى إسرائيل مثلا أو تضرب دول أخرى عبر ألفين كيلومتر أو غيرها وبالتالي الصواريخ الباليستية يحتاج بايدن أن يفعل شيئا بعد العودة للاتفاقية النووية إن نجح في ذلك بكل تأكيد وفي ظل هذه الهجمات التي نتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا النيويورك تايمز كشفت في الكواليس بأن هناك خلافا بين الأمريكيين والإسرائيليين والأمريكان أبلغوا الإسرائيليين بشكل مباشر من هذه الكواليس التي كشفتها النيويورك تايمز بأنه أوقفوا يا أيها الإسرائيليون هذه الهجمات لها ممكن تأثر عن مفاوضات النووية خاصة إذا ما طالت المشاءات النووية الإيرانية شوف شنو لقالة نيويورك تايمز حذر مسؤولون أمريكيون النظرائهم الإسرائيليين من أن الهجمات المتكررة على المشاءات النووية الإيرانية قد تكون مرضية من الناحية التكتيكية لكنها في النهاية تأتي بنتائج عكسية محسن فخري زادة مقتل هذا العالم الإيراني اللي قتله طبعا الموساد الإسرائيلي بالإضافة إلى اللجمات على المشاءات النووية لم تأتي بنتيجة بل هي أدت إلى إيران أن يوصلون بالتخصيب إلى 60% وهم الآن على عتبة الوصول إلى 90% مع إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة تخصيب اليورانيوم 60% لذلك دي يشوفون أوقفوا أيها الإسرائيليون هذه اللجمات لهم ممكن أن يتأثر علينا ولكن هناك خلاف الأكسيوس كشفت عنه حقيقة أيضا يوم أمس خلاف بين الإسرائيليين والأمريكيين حول الملف الإيراني كانت واضحة على العلن من مؤتمر حوار المنامة في البحرين بريت مكورغي تحدث في جهة وعن الأمور الدبلوماسية والإسرائيلية يتحدثون في عملية التعرض للمشاءات النووية وإيقاف إيران من الوصول إلى القنبلة النووية مشكلة كبيرة كيف ستستمع إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا الخلاف الكبير مع الأيام والمشكلة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هي مع هذا الرجل علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين الذي جاء بديلا لعراقتي هذا الرجل هو لا يؤمن بأنها مفاوضات نووية أساسا هذا الرجل هو يؤمن بأنها مفاوضات لرفع العقوبات اللا إنسانية واللا قانونية بحسب تعبيره التي تمت بسبب انسحاب دونالد ترامب من الاتفاقية النووية من عام 2018 وهذا الرجل هو يطالب كما هو الحال بالنسبة للنظام الإيراني أنه إحنا انطونا ضمانات كيف من الممكن لو بايدن خرج من إدارة الولايات المتحدة الأمريكية أنه ما يجي رئيس آخر ويغير هذه القصة مرة ثانية ونقع في العقوبات لأنه يعلم تماما بأن هذا الشرط صعب جدا كون أن هناك كونغرس أمريكي وهناك حزب جمهوري وبايدن حتى هذه اللحظة من الناحية القانونية غير قادر أن يثبت شيئا بالنسبة للإيرانيين لكي يثبت لهم قضية مهمة جدا وهي عملية عدم التلاعب في طبيعة الاتفاق النووي إذا ما عادوا إليه مرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة